صحفي مخضرم وإعلامي تخطت شؤراته حدود الوطن لتجوب العالم العربي أثرى الإعلام والتلفزيون والإذاعة ببرامجه وحواراته المميزة أصارت لزماته على لسان المشاهدين يعرفونه من خلالها إنه الصحفي والإعلامي الراحل مفيد فوزي الذي رحل اليوم عن عالمنا عن عمر ناهز التسحة والثمانين عاما شخصية صحفية وإعلامية فذة ونموذج فريد لا يتكرر من الشخصيات الإعلامية إنه الإعلامي المخضرم مفيد فوزي الذي أثرى الصحافة المصرية بنشاطاته المتعددة ولد مفيد فوزي في الثالث عشر من يونيو من عام 1933 في محافظة بني سويف وتخرج في كلية الأداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية في عام 1959 ظهرت موهبته المبكرة في الكتابة ولفتت نظر والدتها التي شجعته على خوض غمار التجربة فانطلق يجدد في عالم الصحافة بدأ مفيد فوزي حياته صحفيا متدربا بجريدة روزال يوسف ثم تم تعيينه محررا بمجالة صباح الخير في عام 1957 وتتلمذ على يد رائد الاستنارة أحمد بهاء الدين ثم أصبح رئيسا لتحرير مجالة صباح الخير لمدة ثماني سنوات على التوالي يعد مفيد فوزي أول من قدم فكرة تلفزة الصحافة أو تصحيف التلفزيون والتي سار على دربه فيها فيما بعد العديد من برامج الصحافة التلفزيونية على شاشة التلفزيون المصرية يعد مفيد فوزي أول من قدم فكرة تلفزة الصحافة أو تصحيف التلفزيون والتي سار على دربه فيها فيما بعد العديد من برامج الصحافة التلفزيونية على شاشة التلفزيون المصرية قدم مفيد فوزي أيضاً العديد من البرامج التلفزيونية التي تعد علامة فارقة في عالم الصحافة المرئية والتلفزيون أشهرها حديث المدينة وعلامة استفهام كما قدم حوارات تاريخية مع العديد من مشاهير الفن والأدب والفكر والسياسة مثل يحيى حقي وإحسان عبدالقدوس وأحمد زويل وفاروق الباز ومحمود المليجي ربطته علاقات قوية بالعديد من أقطاب الفن والسياسة فجاءت برامجه وحواراته ثرية نابضة وقدم وأعد العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية في مصر والعالم العربي لم يكتفي مفيد فوزي بأعماله الإذاعية والتلفزيونية بل سارع بتوثيق معلوماته وخبراته الثرية في عدة مؤلفات بلغت 13 كتاباً أشهرها هيكل الآخر وأسماء لامعة ورومانسيات في زمن الجفاف وصديقي الموعود بالعذاب والنجاح عن قصة حياة العندليب كما قدم كتاب هؤلاء حاورتهم على جزئين تزوج مفيد فوزي من الإذاعية الشهيرة أمال العمدة وأنجب وحيدته الصحفية حنان مفيد وتوفي في الرابع من ديسمبر من عام 2022 عن عمر ناهزة 89 عاماً بعد صراع مع المرض تاركاً لأجيال من بعده ميراثاً كبيراً من الصحافة الفريدة وغير المسبوقة ترجمة نانسي قنقر